أما بقى فكرة أنه الإعلام بيكء بالناس والإعلام يعني بيقوم خلوني أقول بالزبط إيه الإعلام يثير قرق المواطنين ولا يصلت الدوء على الإيجابيات بالشكل الكافي ونطالبه بطمقانة المواطنين فهنا مرضو بعتذر إحنا مش دورنا طمقانة المواطنين إحنا دورنا أن إحنا نكشف المشاكل دورنا أن نضيء أن نعلم أن نحلل أن نسلي يعني هي الثلاث حاجات الحقيقة ده دور الإعلام في أي طالب إعلام ما فيهاش خالص to comfort مش دورنا خالص أن إحنا نطمقن الناس إحنا دورنا أن إحنا نعلم الناس أن إحنا نكشف عن أخطاء أن إحنا نساعد الحكومة أنها تعرف حاجات ربما لا تعرفها لكن مش دورنا أننا نحتفي بسعر الصرف لما ينخفض ولا نحتفي به لما يرتفع ومش دورنا أن إحنا نعمل حفلات مش شغلتنا ربما يكون الإعلام الرسمي هذا دوره لكن أنا مش دوري هنا أن أنا أطمقن المواطنين أنا دوري أن أعلم المواطنين أن أنا أقول الحقيقة أن أنا أكشف عن الحقيقة دورنا أن نطرح الأسئلة ومش دورنا أيضا أن إحنا نحل على فكرة إحنا دورنا أن إحنا نطرح الأسئلة ودور المسؤولين أنه هم يحلوا ويجيبوا عن هذه الأسئلة فكرة طمقنة المواطنين دي مش شغلتنا الحقيقة ومش نوين نشتغل فيها دي محتاجة أطباء بقى أمراض نفسية هم يطمقنوا يعني هم دول بتوق الطمقنة ومحتاجة إعلام الدولة هو ده اللي بيقوم بيه حاجة الأخيرة اللي أنا عايزة أقولها هو أنه المعيار بقى فكرة المعيار وأنه المؤشر هل هو سعر الصرف المؤشر ولا مش سعر الصرف المؤشر والحقيقة أنا فجئت أن المسؤولين طالبين مننا حاجة غريبة جدا بما فيهم المركزي حقيقة إحنا نحتفل لما سعر الصرف ينخفض نحتفل ونعمل حفلة وبصورة ويا جماعة وهذا مؤشر ليه سلامة الاقتصاد حتى لو مش مقتنعين وإحنا قلنا أنه إحنا لما نستطيع أن نحتفل بشيء غير مقتنعين به وفجأة لما يرتفع سعر الصرف وحتشوفوا بكرة وبعده الأسعار عاملة إزاي لما يرتفع سعر الصرف مش عايزيننا نقول يا جماعة خلوا بالكم إيه اللي بيحصل مش عايزيننا نسأل عايزيننا نحتفل بالشيء الإيجابي ولا نذكر الشيء السلبي ما هو ما ينفعش لو كان يعني يا إما هو المعيار يا إما هو غير المعيار دي أول حاجة تاني حاجة لو هو مش المعيار لو إحنا عايزين نقول أنه مش عايزين يا جماعة نبص على الدولار ومش عايزين نبص على سعر الصرف على الدولة أن تقول لنا طب هو إيه المعيار إيه اللي أنا بص عليه كمواطن وأقول أنه هذا هو معيار التقدم هذا هو معيار صحة الاقتصاد هل معيار التضخم هل التشغيل هل الديون الخارجية هل النمو هل إيه إدونا معيار ونمشي عليه إديني الخط ونمشي عليه أي ما هو المعيار ناخد الدولار معيار ولا ناخد التضخم معيار أنا حمشي علمته هتقوله عليه اللي الحكومة هتقول لنا عليه هسدقه أنه معيار في التضخم في التشغيل في النمو في العجز في البطالة في كل حاجة اختروا لنا مؤشر مؤشرين وقولونا أن هذا هو معيار اللي لما يتحسن نحس أن الاقتصاد متحسن ولما يسوق نحس أن الاقتصاد بيسوق لكن مش كل مرة حنختار المؤشر اللي هو بيتحسن ونقول أنه هو ده المعيار الكويس ولما نشوفه بيسوق نقول لا 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 ده مش المعيار إحنا محتاجين كلام منضبط ومحتاجين وأنا هنا بأجي كلامي الحقيقة مش للمركزي بس للحكومة كلها إحنا محتاجين معايير منضبطة الحكومة كلها عليها أن تخرج علينا بمعايير منضبطة محتاجين نعرف هنكلم الناس بإيه ومحتاجين أن أنتوا تصرحوا الناس لما يكون عندنا دين واصل لحدود صعبة تصرحوا الناس مش نقول الناس ونطمئنهم بشيء نحن غير مطمئنين إليه أما بقى طمئنت الناس وأنا هتركه للمسؤولين ربما يريدون أن يطمئنوا المواطنين بطريقتهم أنا مش هدخل برضو في هذه الحفلة مرة أخرى